السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده نختم الوحدة التسعة بتست عن يونيت 9 صفحة 145 رقم 1 conservationists الحماة البيئة أو النشطاء البيئيين try to protect بيحاولوا يحموا the note of animals النقط بتاعة الحيوانات and plants والنباتات scholarship معناها منحة دراسية biodiversity التنوع البيوليجي expedition بحثة استكشافية monitor كفعل معناها يراقب أو يرصد كاس معناها شاشة عرض إذن إجابة تكون biodiversity اللي هو التنوع البيوليجي رقم 2 your bag is not the same as mine so there is no difference عشان كده ما فيش اختلاف يبقى exactly the same as exactly the same as يبقى شنطتك بالضبط زي شنطتي رقم 3 native not are people who first live in the country وعايز يقول السكان الاصليين او المحليين هم الناس الاول من عاش في الدولة طيب habits اصلا دي عادات ما تجيش خالص we inhibits معناها يعيق او يمنع او يبطئ دفع الاصلا we inhabitants يعني سكان we exhibits يعني معروضات إذن إجابة تكون ايه inhabitants وحنا خدنا على بعض native inhabitants يعني السكان الايه الاصليين رقم 4 every nation كل أمة او دولة has the right to لديها الحق في النقط its identity هويتها and culture وثقافتها damage يعني يطلف ويضر ويحطم reserve معناها يحجز وتساوي بالضبط book book لكتابك اسم كفعل يحجز لكن preserve معناها يحافظ على و serve معناها يخدم او يقدم او يخدم يعني او يقدم طعام مثلا يبقى الإجابة تكون preserve معناها يحافظ على رقم 5 I came first and won a note to study medicine in England انا طلعت الاول وفست بايه لكي ادرس الطب في انجلترا يبقى دي بعثة صح او نقول منحة دراسية منحة دراسية reward معناها مكافأة variety يعني تنوع او تشكيلة scholarship منحة دراسية starfish اللي هي سمكة في البحر على هيئة نجمة كده رقم 6 there is only a small difference في اختلاف صغير this phone التلفون ده is not bigger than that one تلفون ده اكبر من التلفون التاني محتاج اقول بقليل ليه عشان يوجد اختلاف صغير يعني بقليل احنا قلنا slightly او little او ابت المتحمين slightly لكن far مستحيل لان عكس المعنى far يعني بيه كثيره وبيقولك اختلاف ايه اختلاف صغير سبعة soha isn't not tall as her older sister هو بيقول ان سوها لا تكون نفس طول اختها الاكبر احنا اتفقنا صيغة التساوي as صفة في المصدر as دي في الاسبات تمام كده لكن في النافي ممكن تستبدل as بso يبقى الاتنين صح في النافي في النافي الاتنين صح طيب المتاحة مين as ولا so المتاحة so يبقى نخلب لنا so هنا تسوي as بالزبط بس في الاسبات مفيش so رقم 8 I think pollution in large cities is not worse than it used to be اعتقد ان التلوث في المدن الكبيرة يكون اسوأ من يبقى الجملة دي سليمة يكون اسوأ من يبقى بقليل او بكثير تمام لما تلاقي صفة المقارنة بعد هذان وابلاه فرب to be والدنيا تمام وما فيش غلطة في الجملة يبقى هو عايز بكثير او بقليل تمام طيب مش exactly يعني خالص ولا as ولا most يبقى هو عايز ايه هنا بكثير لمقدمناش غيرها يعني ما جابش slightly ولا ابت ولا حاجة طيب معنى الجملة ايه بقى اعتقد ان التلوث في المدن الكبيرة هو اسوأ بكثير مما اعتاد عليه يعني في الماضي يعني رقم 9 you run not me انت بتجري نقط انا او مني مثلا طيب almost as quick عايزة as وكمان لو فيه as غلط هقولك ليه عندك كلمة run ده الفعل run يجري فعل حركة صح فعل الحركة يبقى دايما بعده صفة ولا حال حال يبقى كيف يجري يجري بسرعة صح بسرعة يعني quickly يعني ايه quickly خلي بالك quick تبقى quickly الصفة quick تبقى quickly لكن fast شازة fast دي صفة والحال منها برضو fast يعني ما فيش حاجة اسمها fastly هنا جاب quick يبقى محتاجين quickly عشان يجري بسرعة في اي حاجة فيها quick نحزفها في a فيها quick في c فيها quick و ar المهم quick طيب و عندك دي نفس الفكرة شفت حزفت ليه عشان حتة run بس عشان الفعل run الصغنة انت يبقى الفعل run يجري يجري بسرعة محتاج حال يبقى اللي جابها بالحسف يبقى b طب معنى الجملة ايه انت بتجري تقريبا نفس سرعتي شفتوا بقى نفس ايه سرعتي يبقى quick لي هنا الحال اللي يصف الفعل run رقم عشرة i am not as tall as my brother so there is small difference في اختلاف طفيف اه يبقى تقريبا نفس الطول و احنا قلنا as as والصفة في النص وعايز اقول تقريبا نفس الطول يبقى almost as tall as رقم حداشر english is not more difficult than french بيقول اللغة الانجليزية تكون اصعب بكثير او بقليل حسب الاختيارات than french من الفرنسي more مش من ضمن بكثير خالص قلنا بكثير يا اما much يا اما even يا اما lot يا اما far many مش موجودة من ضمنهم برضو ولا بقليل ولا بكثير much موجودة من ضمن بكثير صح few مش من ضمن بقليل احنا قلنا few او بقليل هتكون slightly with a little وابت فقط قبل صفة المقارنة اللي هي more difficult هنا فالاجابة تكون much يعني بكثير رقم 12 in the past في الماضي people not to work long hours الناس نقط انها تعمل ساعة طويلة بيقولك في الماضي صح اي مضارع محزوف ثلاثة انتهت بغض النظر عن الاخطاء اللي غوية اللي فيها اصلا يعني اذا اجابة تكون used وتو فوق بعد النقطة تلات عشر there are not a lot of tourists visiting this place a long time ago بيتكلم عن ماضي تمام يبقى اي مضارع محزوف تمام كده طيب هل اصلا السياح بياخد ووز لا مستحيل تبقى where تمام كده يبقى there were كانت صح تماما وماضي اهو اذا اجابة اما used to be اما would be قلنا would بمعنى اعتادة ما تجيش مع افعال الحالة اللي هو verb to be وبالتالي اجابة used to be واحنا دايما قلنا there used to be يعني كان فيه هنا حاجة معينة رقم 14 he used to be a driver هو اعتادة ان يكون سائقا نفس الجملة دي حلنا بلي كده but now he ايه ولكن الان الفكرة هنا هو اعتادة ان يكون ولكن الان لا يكون لا ايه لا يكون اللي هي isn't تمام فين isn't اهي رقم 15 نقط in a bank when he was younger نقط في bank لما كان صغير الاختيار ايه بيقول did he used to work did did فعل used to المصدر يبقى هل اعتادة يبقى هل اعتادة هو ان يعمل سليمة قواعد ومعنى طيب في بي مضارع مستمر هل هو يعمل الان طب ازاي وين he was younger لما كان صغير يبقى ايه مضارع نحزف نفس الكلام في دي تمام كده طيب did he get used لغاية هنا سليمة هل اعتادة ان يكون متعودا او هل اصبح معتادا على العمل يبقى الغلطة هنا المفروض يبقى ازاي اجابة تكون ايه ونخلي بالنا كلمة اصلا ممكن تمشي اسم واحنا اتفقنا ان get used ممكن بعدها verb ing او noun فهنا ممكن نعتبرها noun بس كنا هنضيف that لانت بتحدد عمل معين يبقى لو اعتبرتها اسم لازم تقول did he get used to the work in a bank وضحت كده يبقى ازاي اجابة تكون ايه وفقت ننتقل بالي سؤال القطعة statistics الاحصائيات show that تظهر ان the rapid growth النمو السريع rapid يعني سريع وgrowth يعني نمو وده الاسم نمو السريع in population في التعداد السكاني creates problems يسبب مشكلات for developing countries للدول النامية developing countries دول نامية developed countries دول متقدم so لذلك why don't people have fewer children ليه الناس ما يكونش لديه اطفال اقل it has been found that وجد بان only فقط when people's education لما تعليم الناس and living standards ومستويات المعيشة begin to rise تبدأ في الارتفاع birth rates يعني معدلات الموليد begin to fall تبدأ ايه تنخفض تسقط يعني هنا معناها fall معناها تنخفض تقل يعني يعني في علاقة عكسية now الآن poor countries الدول الفقيرة can't afford afford معناها يتحمل تكاليف او نفقة يبقى لا تستطيع ان تتحمل نفقة او تكاليف social services الخدمات الاجتماعية and old age pensions كلمة pension معناها معاش ومعاشات كبار السن وكده and people's incomes ودخل الناس are so low قليل جدا that لدرجة they have nothing ما عندهمش حاجة بقى to spare لكي يتدخروها for savings للمدخرات عندنا تعبير اسمه spare no effort لازم نحفظ التعبير ده معناها لا يتدخر جهدا لا يتدخر جهدا يعني بيبزل ايه جهد كبير مش بيحوش اي جهد يبقى spare هنا معناها ايه معناها يتدخر ما ننساش انه دايما لو بعدها time spare time من الوقت الفراغ يعني so لذلك people need their children عشان كده الناس محتاجة اطفالهم to provide them لكي يمدوهم ب with security الامان in their old age لما سنهم يبقى كبير having a large family ان يكون لديك عائلة كبيرة can be a form of من الممكن ان يكون شكل من اشكال الايه insurance التأمين insurance يعني التأمين نقدر نقول هنا معناها الامان كده الاحساس بالامان even when they are still young حتى لو لسه صغيري طيب improvements التحسينات in public services في الخدمات العامة and medical care والعناية الطبية have assured اكدت assure يعني يؤكد يبقى اكدت that many more babies ان المزيد من الاطفال الرضح survive infancy infancy معناها فترة الطفولة في الاول خالص تمام اول سنة واثنين وثلاثة لما يكون لسه الطفل مولود فهو بيقول هنا survive معناها ينجا او يعيش بصعوبة في فترة الطفولة على اساس ان زمان يعني كان بيموتوا بسرعة لكن دلوقتي بسبب medical care والإمبروفمنت in public services للتحسنات في الخدمات العامة والرعاة الطبية اصبح ايه ان الموليد بتعيش كتير يعني and grow up وتكبر وتترعرع او تنمو it has also helped the parents to live longer ده كمان الرعاة الطبية دي ساعدت ايه الوالدين يعيشوا اطول بدل 60-70 سنة يوصلوا مية وهكذا no wonder لا عجب بان populations التعداد السكاني او السكان are being added يتم اضافتهم to both ends لكل من النهايتين يعني اصده مثلا لما هما يكونوا لسه مولدين ادي طرف والطرف التاني لما يكونوا كبار في السن في الاول بدون رعاية كان الاطفال بيموتوا بسرعة فبيقلوا وبرضه الكبار السن كانوا بيموتوا بسرعة فبيقلوا لكن دلوقتي بسبب رعاة الطبية النهايتين او الطرفين زادوا يعني تمام كده وبالتالي تعداد السكاني بيزيد ادي معنى جملة no wonder populations are being added to both ends these people have to be convinced الناس دي لازم تكون مقتنعة بقى that with smaller families ان بالعائلات الصغيرة دي الاصغر there will be more food هيكون في طعام اكتر and schools ومدارس this means ده معنى changes in attitudes هيكون فيه تغيير في المواقف طبعا دي وجه تنظر سيادة الرئيس ها فالمفروض ان ما يكونش فيه عائلات كبيرة المفروض يكون كل واحد معاها هي اتنين ننتقل بقى للحل رقم واحد علينا ان نقنع يعني نقنع وتساوي بالظب والكلمتين دول مهمين جدا جدا يقنع تمام وتساوي يقنع لازم نقنع الناس بانهم ايه يبن بيوت ما تكلمش عن كده خالص برضو مش مذكورة في القطعة او مش محور القطعة يعني ولا نقطة التركيز في القطعة ان يكون لديهم عائلات اصغر قالها في الاخر خالص في الكنكلوجين يعملوا في مزارع طبعا اجابة تكون رقم اثنين the underlined word they refer to not they احنا قلنا واحنا بنقرأ ان تشير للناس صح لهم people ما شير كده طب حد يقول لي لا مستر هو قال people's income لو رجعنا للقطعة لازم قبلها people's income طب نرجع كده اهو بيقول ان دخل الناس قليل جدا لدرجة انهم ليس لديهم شيء لكي يتدخروه هو الدخل اللي هو ذي هنا لو معناها الدخول بتاعت الناس ليس لديها شيء اللي كي تتدخر يعني الدخل بيتدخر لا طبعا يبقى اكيد اصده الناس دخل الناس انهم الناس نفسهم تمام كده يبقى اللي جابة people رقم ثلاثة نقط decrease the number of deaths among babies ده بيقلل عدد الوفيات ما بين الايه الاطفال الرضع طبعا هو قال ايه قال تحسينات في تقريبا رقم اربع النمو السريع في التعداد السكاني creates يخلق نقط قلنا يخلق مشاكل صح او يسبب مشاكل يبقى problems number five pensions اللي هو المعاشات means money معناها الفلوس you get after you ايه الفلوس اللي انت بتحصل عليها بعد ايه work hard تعمل بجد لا لما تتقاعد من العمل go abroad تذهب للخارج retire from work تتقاعد عن العمل have free time ان يكون لديك وقت فرغ رقم ستة why did people like to have many children in the past ليه الناس كانوا بيحبوا ان يكون لديهم اطفال كثيرة في الماضي عزوة بقى فاكرينهم عزوة تمام كده to help the parents live longer عشان يساعدهم يعيشوا اطول لا طبعا to afford social services لكي يتحملوا نفقات الخدامة العامة لا to provide them with security ايوه يمدهم بالامن to convince them to plan the family عشان يقنعوهم انهم ينظموا الاسرة لا طبعا اذا الاجابة تكون c رقم سبع the passage is talking about family not القطع بتكلم عن النقط العائلة planning تخطيط او تنظيم الاسرة خلي بالك كلمة family اللي هو بعدها planning يبقى تنظيم الاسرة يبقى دي الاجابة طبعا food طعام vehicles مركبات و closed ملابس رقم تمانية the noun growth طبعا الاسم growth جاي من الفعل grow يعني ينمو يبقى الاسم growth ده تمام نمو in the first line is antonymous antonymous يعني عكس تمام دي صفة قريبة من antonym antonym اسم لكن antonymous دي صفة المهم اللي اتنين معناهم عكس يبقى كلمة growth نمو عكسها ايه عكسها ايه increase زيادة ده نفس المعنى decrease يعني انخفاض صح double مضعفة نفس المعنى rise ارتفاع نفس المعنى اذا اجابة decrease نجبه لسؤال الترجمة do you think we can keep our culture هل تعتقد اننا يمكننا ان نحافظ على ثقافتنا customs عاداتنا traditions تقاليدنا safe امنة in this multicultural world في هذا العالم المتعدد الثقافات for me بالنسبة لي the answer الاجابة depends on تعتمد على our youth شبابنا في الاختيار ايه بيقول هل تعتقد اننا نستطيع الحفاظ على تراثنا تراث يعني heritage heritage برضو الكلمة دي مهمة جدا نتقابلنا في تلتة كتير heritage معناها موروث او تراث تمام يبقى كده غلط تمام وكمان هنا التراث حاجات كتير غلطة يعني طيب في بي بيقول هل تعتقد اننا نستطيع الحفاظ على ثقافتنا do you think we can keep our culture صح ثقافتنا تقاليدنا اللي هي traditions واخلاقنا اللي هي morals يبقى دي غلطة ما ذكرش اخلاق بيتكلم عن عادات وتقاليد في c هل تفكر في اننا نستطيع الحفاظ على تقاليدنا وتراثنا وقيمنا القيم يعني values صح ما تكلمش برضو عن القيم اذا الاجابة تكون من دي اكيد طب نتأكد كده هل تعتقد اننا نستطيع الحفاظ على ثقافتنا هذه our culture عادتنا our customs تقاليدنا في هذا العالم المتعدد الثقافات اللي هي in this multicultural world سليمة تغيرت هنا بيقولك هنا بالنسبة لي اللي هي for me بالنسبة لي يعني الاجابة تتوقف على شبابنا the answer depends on our youth يبقى اذا سليمة 100% الترجمة من عربي انجليزي لابد من زيادة الانتاج وتقليل الاستهلاك فهذا سوف يخفض الاسعار ويساعد في حل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي طيب نيجي بقى للاختيارات الاختيار ايه بيقول it's necessary to لابد من انه من الضروري النفس المعنى هي بقى سليمة الغات هنا increase production زيادة الانتاج سليمة and deduce deduce معناها يستنتج ورايبة من conclude يستنتج وجاية منها كلمة deduction كلمة برضو مهمة جدا استنتاج زي الاستنتاج المؤكد may و might و must والحاجات دي كلها تمام استنتاج المؤكد وغير المؤكد deduce يبقى دي مش عايزينها عشان deduce دي تمام طيب في بيبي يقول it's necessary to increase انه من الضروري النه لها لابد ان increase نزيد من production الانتاج and reduce ونقلل من consumption يعني استهلاك كلمة مهمة جدا consumption وجاية من consume يعني يستهلك يبقى سليمة الغات هنا this will bring the prices وفيه طبعا كلمة down يبقى على بعض bring down يعني يقلل يبقى هذا سوف يقلل الأسعار and contribute to ويساهم فيه دايما بعدها verb ing solving the economic problem المشكلة الاقتصادية the world faces العالم يواجهها nowadays التي يواجهها العالم يبقى في التي هنا تمام يبقى دي سليمة 100% في c it's necessary to increase producing and indicate consuming لو مشينا دي الانتاج هي تمشي ولكن indicate معناها يشير إلى أو يدل على يبقى دي غلط تمام هو بيقول ايه يقلل استهلاك في d it's necessary to increase production and induce waste طبعا الغلط هيكون في induce induce معناها يسبب ماشي وساعة يقنع يقنع شخص فساعة تتسوي كلمة ايه persuade و convince يبقى اذا إجابة تكون ايه الوحيد الصحبي ننتقل بقى لسؤال القصة رقم واحد of the three daughters من بين الثلاث بنات of king lear ليه الملك lear بنات الملك lear يعني only cordelia طبعا مش cordelia cordelia خطأ مطبعهم فقط cordelia loved him هي اللي حبته how do you know ازاي تعرف give two clues اعطي مفتاحين او دليلين اول دليل كان في ابداية المسرحية لما she asked her sisters طلبت من اخوتها to take care of him تعتني بالملك at the beginning of the play في بداية المسرحية الدليل التاني بقى she came back with a french army to help him رجعت بجيش فرنسي عشان تساعده بالرغم انه طردها وكده السؤال التاني why do you think لماذا تعتقد لير وينتماد ان الملك لير اتجنن i think he couldn't bear the shock ماستحملش الصدمة بقى وين هي الصن لما ابنه ادمند plotted against him تأمرت ضهو سؤال خامس you write an essay اكتب مقالبة عن fighting pollution لها محاربة التلوث is the responsibility هي مسؤولية of both governments كل من الحكومات and individuals والافراد fighting pollution is something that both governments and individuals should care about pollution is when harmful things get into the air water or land and it can hurt people animals and plants governments can make rules and laws دا دور الحكومة بقى وضع قوانين وكدا to help reduce pollution لتقليل التلوث like setting limits وضع حدود on how much factories can pollute and promoting clean energy دعم الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية وهكذا they can also create programs to help clean up polluted areas and protect natural spaces طيب بالنسبة لأفراد بها but individuals ولكن الأفراد can also do their part we can recycle use less plastic and walk or bike instead of driving to help reduce pollution we can we can also speak up and support and support policies that protect the environment every small action helps يعني كل عمل صغير سيساعد في الموضوع by working together governments and individuals can make a big difference in fighting pollution it's important for everyone to take care of the earth الكرة الأرضية يعني so that we can all have clean air water and land when we all do our part يعني our best نفس المعنى كل واحد يقوم بدوره يعني we can make the world a healthier place for everyone ننتقل بقى للاختبار المصغر لطلاب الأظهر هنبدأ بالمحادسة رامي and عماد are planning for the weekend رامي وعماد بيخططوا لأجهزة أخر الأسبوع رامي بيبدأ المحادسة ويقول what are you going to do at the weekend انت ناوي تعمل ايه في نهاية الأسبوع فعماد بيقوله I'm not sure والله مش متأكد ورح سأل سؤال ده رقم واحد فرامي قال له I am thinking of taking a drive to the beach أنا عما نفكر يعني في أن ايه آخذ جولة بالعربية مثلا إلى الشط يعني السؤال العربية لغاية الشط يبقى هنا عماد يقوله طب وينت يبقى what about you what about you وماذا عنك what about you تمام وwhat about you هنا يعني ما نكررش تؤلفه what are you going to do at the weekend فعماد قال له مش متأكد طب وينت هتعمل ايه and you what about you فعماد قال جمنا في رقم اتنين فرامي قال له would you be interested in joining me رامي قال له هل هتكون مهتم بالانضمام الي يبقى إذن رقم اتنين بيقوله مثلا فكرة عظيمة wonderful idea great idea تمام great idea يبقى بيقول لي الكلام اللي قاله رامي اللي هو بفكر فيه اني اروح الشط وكده بيقوله فكرة ايه عظيمة مثلا فرامي بيقوله would you be interested in joining me طب انت اي رأيك تنضم لي وكده تيجي معايا يعني فعماد بيقوله sure i would love to go with you اكيد انا حابب ايجي معاك وفي سؤال من عماد اجابته من رامي i think that we can leave at seven o'clock نستطيع ان نغادر الساعة السبعة يبقى امتى هنغادر يبقى when مثلا can we leave امتى ممكن نغادر في الساعة السبعة on friday morning في يوم الجمعة صباحا فعماد قاله do you know هل تعرف that a lot of our friends will be there هل تعرف ان الكثير من الاصدقاء هيكونوا هناك فرامي اكيد اقول له wow that's great اي حاجة وكملوا joining them is a part of my plan الانضمام معهم هو جزء من خطتي اه يبقى الاخت العارف صح فيقول ايه بقى هنا قاله do you know يبقى يقول له yes i do خلاص يبقى yes i do طلع عارف الاخ بقولك ده جزء من خطتي number two write a paragraph of 80 words on voluntary work العمل التطوعي voluntary work is when people give their time and help to others without getting paid it's a way to make a positive difference in the community people might volunteer at a local animal shelter help clean up a park or visit elderly people who need company company هنا مش معناها مش معناها شركة معناها رفقة صحبة voluntary work can also be fun and rewarding ومجزي مرضي it helps people feel good about themselves and creates a sense of togetherness يعني تجمع يعني تمام معية مع بعض volunteering is important because it shows kindness and helps make the world a better place for everyone ننتقل الترجمة هنبدأ الأول بالترجمة من انجليز العربي good words have a good effect on both man and society الكلمات الجيدة لديها تأثير جيد على كل من الإنسان والمجتمع يبقى ما هنا معناها ايه الإنسان as they spread يعني ينشر لأنها تنشر hope الأمل optimism التفاؤل يبقى optimism يعني التفاؤل happiness السعادة and pleasure والسرور يبقى على بعض الكلمات الجيدة لديها تأثير جيد على كل من الإنسان والمجتمع لأنها تنشر الأمل والتفاؤل والسعادة والسرور طيب نيجي بقى الترجمة من عرب الإنجليز لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك جزءا من حياتنا اليومية في اللغة الإنجليزية هنبدأ دايما بالفاعل فالفاعل هنا مواقع التواصل الاجتماعي هنبدأ بيها تمام أصبحت تمام مواقع التواصل الاجتماعي اسمها إيه على بعض طب حد يقول يا مستر ممكن أقولها برضو صح تمام خاصة الفيسبوك بقى مشهوري بقى فيسبوك بقى اسم حاجة مشهورة يعني ما لهم بقى السوشال ميديا نخلي بالنا السوشال ميديا فعلها جامعة يبقى أصبحت يبقى هاف بكم لم يقولتاش بكيم يقولك لقد تمام يفضل لقد يبقى مضارع تام يبقى هاف بكم مش بكيم خلي بالكم بكم جزء من حياتنا اليومية هاف بكم اپارت جزءا اپارت اف ممكن أقولها بارت من غير الاعادة على الساس إنها صفة حياتنا اليومية مع ليش نعرف الخط مش حلو بس أنا بكتب على ايه على تابلت وكم كده يعني مش ظاهر على الشاشة قدامي يعني مش بكتب على الشاشة لا بستخدم حاجة شبه الماوس كده